مرحبا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت أكثر من مئة يوم مرت على دخول لبنان في أزمة النفايات المنتشرة على الطرقات من دون الوصول إلى حلول لغاية الآن الحراك المدني يعارض الخطة الرسمية للجنة الوزارية والحكومة غير قادرة على الاجتماع لأسباب سياسية وطبعا الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات تقرير مصطفى عاصي مئة يوم مرت على أزمة النفايات في لبنان وأكوامها تكبر في الشوارع فقال لما يحلوها بالأخير يعني إن شاء الله أنا عندي ثلاثة أولاد بنت هون وتنام برا قلت لهم بالتليفون قلت لهم قوعة تجو لها البلد معقولي طيب صار لهم مئة يوم أسرد الزبيل معا من أقولها حال بعد تلك عينة من أراء الشارع اللبناني حيال أزمة النفايات التي حركت قسما من اللبنانيين اعتبروا أن الأزمة مست بكرمتهم في حين رآها البعض أزمة عادية لا تختلف عن سياق الأزمات اللبنانية مئة يوم مع موضوع الزبالة بالشارع منه جديد على الدولة اللبنانية قدام تعطيل المؤسسات بالأشهر وبالسنوات أكان عم نحكي على صعيد رئاسة الجمهورية مجلس النيابة المعطل واللا شارعي وإضافة طبعا للحكومة المعطلة المؤسسات المعطلة فحكمة نحنا بدنا نشهد قطاعات معطلة فمن هو نحنا بدنا نقول الزبالة كانت الشرارة للتراكم اللي انفجر عنا كلنا بعتقدت حتفتحها غير ملفات كل التحذير من استفحال الأزمة وانتشاري الأوبئة لم يشكل حافظا للأطراف اللبنانية كي يجدوا حلا فهل بدأوا التعايش مع الأزمة؟ هذا سؤال شعب اللبناني جاوب عليه وجاوب عليه جواب إيجابي الشعب نزل على الشارع معناه طرافة يتعايش معها الأزمة تمر الأيام ويزداد المشهد سوءا واللبناني يسأل عن موعد الفرج مئة يوم مرت على انتشار النفايات والمكبات العشوائية في الشوارع اللبنانية ولا حل في المدى المنظور وستجادلين حول طريقة المعالجة وكيفيتها الخوف أن تطول الأزمة أكثر وأن يعتاد اللبنانيون على التعايش معها كما اعتادوا التعايش مع الكثير من أزماتهم السياسية والحياتية لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي بيروت والاطلاع أكثر مشاهدين على الموضوع برحب بضيفنا المهندس البيئي زياد أبي الشاكر زياد أهلا وسهلا فيك معنا يعني اليوم النفايات موجودة بعدها بالطرق الطرقات وفي احتمال كتير قريب أنه يصير في شطة كتير قوي ليه بعد الدولة ما رفعت زبالة عن الطرقات؟ ما قدروا يشيلوا زبالة لأنه كنا للسبة عشر سنة اللي مروا عم ناخد زبالة بيروت وجبل لبنان ونكبهم بفرد مطمر بمنطقة النعمة لما خلص الدادلاين تبع هيدا المطمر ما كانوا محضرين حالا لشي تاني والأهلي هونيك رفضوا بشكل نهائي ومطلق أنه تروح زبالة لهونيك وصلنا من بعد 17 تموز 2015 ما في خيار تاني وين بدا تروح زبالة بقى مشان هيك وما قدروا يتوصلوا لأي حلول مرحلية مشان هيك عم نشوف زبالة عم تتكدس بالطريق طيب اليوم وافقت مجموعات الحراك المدى على مسألة الطمر؟ لا أكيد لا أكيد لا بالمبدأ هني بالنسبة لإلنهم يعني وبالنسبة لإلنهم نحنا كبيئيين يعني كبيئيين يعني هون مبدأ الطمر مبدأ مش منيه بدي تفسر لي كخبير بيئي شو هي أضرار مسألة الطمر؟ مسألة الطمر أول شي عم تاخدي نفايات اللي هي أوساخ بالمبدأ أول شي وتروح تكبية عند ناس بعاد عنك أخلقيا هيدا شي مش منيه بالعدالة البيئية هيدا شي مش منيه تاخدي واسخي تكبية عند غيرك واحد تاني شي نحنا كبيئيين مننظر لموضوع النفايات إنه منا أوساخ بس هيدا مواد لو منحط البنية التحتية المزبوطة فينا نسترد منها كتير قيمة تالتا هالأرض اللي عم بتكبية فيها هالنفايات هيدا هيدا مش ملكنا هيدا هيدا ملك الأجيال اللي بدا تيجي بعدنا يلي هني بدون مثل ما نحنا وردنا بلد كان نظيف وأخضر وميته منيحة كمانا مضطرين نترك للأجيال اللي ورانا هيدا واجبنا طبعا إنه نترك للأجيال اللي جاي ورانا أراضي نظيفة وكذا يعني هون كمانا مبدأ طمر وإعدام هذه الأرض إذا بديك اللي عم نكب فيها النفايات هيدا مش مقبول طب زياد اليوم شو الملاحظات على خطة الوزير أكرام الشايب وكيف عم بيصير التنسيق عم بيصير فيه تنسيق اليوم بين الجمعيات التي تعنى بالبيئة وبين الدولة وبين المجموعات الأخرى الخطة الخطة أوفر أول خطة منيحة وانا عاطلة يعني اليوم أول مرة الدولة اللبنينية بتقر بمبدأ اللا مركزية الموسعة الموسعة كتير يعني على مبدأ المعالجي اللغط والمشكل صاير على المرحلة الانتقالية يلي انه تب هالزبالة كلها صارت بالطريق وين بدنا نروح فيها هلأ ما عنا بنية تحت الخطة بتقول انه مناخدها على مطمر النعمة منرجع على سبع تيام وهيدا يلي كانت المفاوضات أكتر شي عم بيصير فيه الكباش عليها انه منقبل سبع تيام لأ ما منقبل شو بده يصير خلاص سكرنا يعني هيدا وهيدا البعدة عالق هلأ يعني مشان هيك عم بعدها الزبالة بالطريق هيدا المشكلة الكبيرة انه بي 17 سنة الناس فقدت السقة بشو بتعمل الدولة بملف النفايات بعده ما كبرش حمود واقف قدامنا كلنا ما نشوفه ممارسات 17 سنة بي مطمر النعمة الناس كمانا تعبت كتير منها اليوم تيجي تقولي بعد أنا بدي استعمل النعمة ولولي سبعة أيام الناس خافت الناس فقدت السقة نعم طب اليوم يعني شو الأفق زياد شو ممكن يصير بالمرحلة المقويرة يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنه نابولي بقيت الأزمة أشهر كمان ستة شهر أشهر عديدة اليوم شو الأفق الأفق مش كتير مشجعة نعم يعني اليوم عندك حل من حلين يا أما بك تفرد الحل بالقوة وهذا شيء باللبنان شوية صعبة صعبة ينبلع أو بديك تقسمي بعد الأزمة إلى جزيئات أصغر يعني اليوم بدينا نصير ناخد بيروت الإدارية لحالة الضاحية لحالة الضواحل لحالهم وجبل لبنان لحاله ونعمل خطط طوارئ بقلبها يعني بديتوه على البلديات أو إذا بديك اتحادات البلديات أو حتى القائم مقام أو المحافظ بيستعملوا بالقانون شيء اسمه وضع اليد بيوضعوا يدن على أراضي ويفرضوا موضوع الخطة الطوارئ فرد وبتفرضي على السكان إنكم تفرضوا نفاياتكم بهالطريقة بطريقة معينة يعني مشكلتي كأنه هايدي حبة دواء مرة يعني اليوم مشكل الحكام أو المسؤولين بيسترجوا بياخدوا هايك قرار يعني طبعا هون الخلافات السياسية الموجودة والقائمة بينتهم الموضوع كمان هون بنا نحكي عن الوعي اليوم يعني من خلال تجربتكم على الأرض كمان زياد ناس مستعدين مستعدين كتير يعني ما بتتفاجأي تتفاجأي قديش في ناس هني يتلفنوا هني ياخدوا مبادرة نحنا عم نفصل نحنا عم نفرز دخلكم كيف فيه فيه حدا يمرق ياخدون لما منقلهم إنه المشكلة اللوجيستي كتير كبير ما فيها ناس تروح تمرق تاخدون يقولولنا طيب قلولنا وين نحنا رح نخدهم بسيارتنا تصوري إنه فيه ناس مستعدين يفرزوا نفاياتهم بالبيت وياخدوا المواد القابلة للتدوير على نقطة تجميع نحنا عم نحدد يعني عم تلاقوا تجاوب كمان فيه تجاوب كبير من قبل من قبل وبعد فينا نعتبر إنه ما عملت الخطة شاملة يعني اليوم نحنا أنا عم بحكيكي أنا قطاع خاص بعد ما حدا نطلع من القطاع العام وقال وبشر بهالخطة إنه بدنا نمشي فيها إذا بتعملوا معروف التزموا بهالخطة طيب اليوم يعني في حال بقيلة دقيقة زياد اليوم في حال هطلت الأمطار كمان كنا عم نحكي عن يعني البكتيريا اللي ممكن كمان طلقتها طلقتها عن هالناس وعم نحكي بشي اسمه فيروس دولابوبال أو فيروس لزبيلي ما فيشي اسمه فيروس لزبيلي هن مجموعة بكتيريا بتعيش من هال بتاكل على هالنفايات إذا بدك مشكلتها إنه مرات بس تطلع بالجو بتأثر على صحة الإنسان إذا تنشأ ويعني بتعمله إسهال بتعمله حساسية بالجلد مشكلة الأمطار إنه رح تبعثر هالنفاياتي كتير ورح تخلق جو مجوي ورح تتفاعل مع المواد العضوية وللأسف إنه تنزل على المياه الجوفية للأسف يعني ما فيش مبشر بالخير على أمل يعني هيك عجيبة بدنا حدا يتحمل مسؤولية هاي الملف ويمشي فيه للآخر ما بعرف هيدا مين هو بعد ما بين أنا بدأت شكر جدا مشاركتك معنا المهندسة البيئي زياد أبي الشاكر أهلا وسهلا فيك معنا باليوم باليوم على الحرة مشاهدين ومن أوجه أزمة النفايات في لبنان ضحايا من النحل أيضا ومربوء النحل في لبنان في أزمة والآن نتوقف عند المناحل في اليمن وتعدعيات الحرب التي لم توفر حتى النحل لبناء والتفاصيل في الفقرة الاقتصادية إليك لبناء اشتركوا في القناة